سارة الناس ما هو يعرفون أو ما حد يعرف أصلا أنه أنت هذا المشهد شنت يتعرجين بي من صدق أي بالأسف لأنه شنت مساوي حادث أحكينا وشي على الحادث وشلون رحتي مثلت هذا الدور وهذا المشهد خصوصا أنه أنت هستوي شمساوي حادث حرفيا ثاني يوم ثاني يوم أنا ثاني يوم بلشت أصور بعد الحادث رغم كان عندي ورم بخشمي وزاد الورم مو ثاني يوم ثالث يوم ورابع يوم زاد أكثر كانت عين مرمى عفوا من نائل هنا يعني حتى بالبوستر لما حاولوا البوستر اللي بالشوارع حاولوا يعالجون الورم اللي بعيني يعني بدأوا يقللون من مسافة الخشم حيط طلعت عيوني مو هي كل اللي يقولون عيونها صغار من بينها ما يدرون أنه أكو ورم كان واني صورت البوستر واني مرمى بقصتي وخشمي انتي شون صاروا يعني الحادث الحادث صار كنا نتعبون نسهرون الصبح لحد الليل وتعبانين بس ظرف طقص مطرة الدنيا كانت أقوى مطرة بالشتة صارت طريق كلش كلش بمية هواية شايفنا تمشي السوق وأكو مية بالشوارع على الأسف هذا الشي موجود بالشوارع تفوت سيارة سريعة تذب عليك المية على الجام وعلى كل السيارة وطين والأشياء فصاروا يا حادث بقتها أنه ما سيطرت بريك بلت السيارة تهتز خفت لها أذي الناس خفت لها أضرب لي كم سيارة قدامي لأن شفت السيارة تهتز قلت خلي أروح للعلي من أشمر السيارة ممتشلت متوقعة أنه أكو نقرة وراح أوقع بيها نقرة كلش شبيرة كانوا يساون جسر على الطريق هي على محمد القاسم لو وين شنتي هي هي على طريق سريع وقعت بنقرة كلش شبيرة ومقلوبة الحمد لله أنه كان أكو ناس ورايا شافوا أنه السيارة انقلبت وجود يطلعوني من الجامع طلعوني من أطراف أصابع تخيل هي تسحبوني من أطراف أصابعي من الجامع متأذيت بالحادث أذى وجهي وقصتي بس من دي يطلعوني دي ستعل السيارة والسيارة يفتر فانكسرت رجلي وتخيل ثاني يوم رحت للتصوير وجينا دي نصور هذا المشهد ثاني يوم رحتلو أنت بهذا المنظر يعني يلا اي هذا هسا من أذكر وصحتي رجعت لي وأذكر أنه أنا شكلت في يعني خليت بال وقبال اللي اشتغلت وياهم أنه أنا متعاونة وصاحبة مسؤولية ويكفي لما يجيني مسج إطراء من الأستاذ أوس الشرقي أنه ما ننسى أنه أنت بعد الحادث بيوم اجيتي واشتغلتي وتعبتي وكنت على قدر المسؤولية شون بررتي الموضوع أنه أنت جيت عرجي أي بالحلقة الأخيرة حتى نبرر هاي الحركة لأنه أنا هوايا مشاهد صورت ستل واكفة بس شون أصور مشهد بيه حركة وآني رجلي تعرج ما ترهم فأورادي كنا دا ننزل آني دا أنزل من فوق فقلت له للسيد المخرج ممكن أنه أوقع نفسي من سابع باية سابع باية درج خامس باية ممكن حتى على مدبرر للناس ما أريد أدي المشهد وانستل حرامات هذا مشهدي هذا الماستر هذا الحركة أي فما أقول لك وقعت مو سبع مرات ولا عشر مرات وكل وقع الركبة تجري دم وأتأذى بس مي خالف أريد المشهد يطلع حلو أروح للمونيتر رغم أني مجد أسمح النفسي أشوف ما أحب أشوف الأشياء قبل ما يعني تطلع بالنهاية أقول لك أريد بس أشوف الوقعة مقنعة أنت تشوفها مقنعة قال والله كافي هويت أبيتي مستحيل بعد نعيد والله مقنعة خلي بعد أوقع نفسي على مد أقتنع أنه هاي الوقعة حلوة ومقنعة وبالتالي صار مشهد كلش حلو ورهيب أنا ما أنسي تعب المخرج كلش تعب خصوصا بهذا المشهد يعني هو كان إخراج رهيب طبعا نجل نتشاك رهيب